اشتركوا في القناة كما شاهد جلالته شجرة البباب النادرة والتي امر جلالته حفظه الله ورعاه بجلبها للبحرين وزراعتها حيث نجحت البحرين في التوسع في زراعتها انطلاقا من الجهود المبدولة للحفاظ على الحياة الفطرية والبرية وقد اشاد جلالته ايده الله بخطط ومشاريع وبرامج المجلس الاعلى للبيئة وتعاون وجهود الجهات المعنية الحكومية للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية التي انعم بها الله عز وجل على مملكة البحرين موجها حفظه الله ورعاه الى الاهتمام والرعاية بهذه المناطق خاصة وان البحرين تضم مناطق جديرة بزيارتها للاستجمام والراحة وقضاء العطلات خصوصا في هذه الفترة من العام